الاستيقاظ من النوم آية من آيات الله الباهرة الدالة على قدرته وسلطانه وهي تشبه آية البعث بعد الموت وقد سمى الله تعالى النوم في القرآن وفاة والاستيقاظ من بعده بعثا ونشورا وقد جاء الإسلام بجملة من الآداب التي ينبغي للمسلم مراعاتها عند استيقاظه من النوم ومنها الاجتهاد في الاستيقاظ قبيل الفجر لاغتنام الفوائد الروحية واكتساب العادات الصحية واغتنام أوقات الصفاء والنقاء للعبادة أو الدراسة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها وليكن أول ما يخطر على فكرك ويرد على قلبك ويجري على لسانك ذكر الله تعالى وتوحيده والدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند استيقاظه من النوم ومن ذلك ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور المبادرة بعد الاستيقاظ إلى الطهارة والصلاة والحذر من التكاسل والتعلل ببرد أو تعب أو نعاس فذلك كله شعور كاذب يزينه الشيطان وتسوله النفس الأمارة بالسوء قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقده فإن توضأ حلت عقده فإن صلا حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيثا نفس كسلا الحرص على إيقاظ أهل البيت برقة ولطف وتذكيرهم بأن الصلاة خير من النوم قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ مرأته وكان عليه الصلاة والسلام لا ينام إلا والسواك عند رأسه فإذا استيقظ بدأ به قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب